تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للانفجار الذي دوى عند ساعات الفجر الأولى في بلدة بنعفول قضاء صيدة في الجنوب اللبناني في المنطقة المحادية لمبنى البلدية وأصفر الانفجار عن سقوط قتيل وعدة جارحة فيما لم تعرف أسباب الانفجار بعد وأظهر مقطع فيديو لحظة ذوي الانفجار وتصعد ألسنة اللهب من المبنى فيما أظهرت مقاطع أخرى الطمار الذي خلفه الانفجار وهارعت سيارة الإسعاف إلى موقع الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الانفجار وتباينت المعلومات حول المبنى المتضرر من الانفجار حيث قال شهود عيان إن الانفجار أدى إلى هدم مبنى ليس مدنيا وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة التابع لحركة أمل والملاصق لمبنى بلدية وأفاد أيضا الصليب الأحمر اللبناني بأن عدد الضحايا في انفجار بلدة بنعفول مزال غير معروف حتى اللحظة مؤكدا أن الفرق حضرت إلى المكان للبحث عن جرحة ومصابين في الحادث وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديدنا